يترأس مساء اليوم قداسة البابا تودرس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكاتد رأية ميلاد المسيح بالعاصمة الإذارية الجديدة بمشاركة الأباء والأساقف والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة وحضور كبار رجال الدولة والوزراء والديبلوماسيين وصفراء الدول والشخصيات العامة وعلن المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرسوذكفية أنه من المقرر أن يستقبل قداسة البابا تودرس الثاني غدا مهنئي من الأباء الأساقف والكهنة والشعب بدءا من التاسعة مساء حتى الحادية عشر صباحا بينما يتم استقبال المسؤولين والشخصيات العامة اعتبارا من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الواحدة ظهراء